التآكل هو تكوين مادة كيميائية جديدة على سطح المعدن نتيجة تعرضه للهواء أو الماء أو نتيجة تعرضه لأكتروليت مثل ماء البحر عندما يتآكل المعدن يتكون على سطحه طبقة من الأكسيد مثل أكسيد الحديديك أو هيدرو أكسيد مثل هيدرو أكسيد الحديديك الثلاثي أكسيد الحديديك أو هيدرو أكسيد الحديديك تسمى صدق ويتآكل الحديد بشكل أسرع لأنه أكثر نشاط من النحاسي ومن الذهب وعلى رغم من أن الألومنيوم أكثر نشاط من الحديد إلا أن طبقة الأكسيد الألومنيوم المتكونة على سطحه تكون غير مسامية وغير نشطة كيميائيا وتسبب عزل لمعدن الألومنيوم عن أن يتآكل وقد استخدمت هذه الفكرة لحماية المعادن المعرضة للتآكل عن طريق طلائها بمعادن أخرى أقل كلفة منها وتكون على سطحها طبقة حامية للمعدن مثل طلاء المسامير الحديدية بالزنك الذي يتفاعل مع أكسوجين الهواء الجوي ويكون أكسيد الزنك الغير نشط كيميائيا وبذلك نحمي المسامير الحديدية من التآكل وتسمى هذه العملية عملية الجلفنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر